يا جرو أسعدنا وجودك معنا اليوم صباح النور شكراً إليك ولدواي تيفي على استضافة إلى البرنامج يا أهلاً يا جرو جرو الإعلام الصحافي النشر الكتابة كلها إشاة أنت بتعمله هل كانت وليدة شغف؟ هل كانت وليدة هيكة موهبة كان عندك إياها من زمان؟ أو كانت هيكة صدفة؟ أجل تعرفتك عمجال جديد تماماً؟ لا بالحالة طبعي عندي اتنين سواء أنا عندي شغف من زمان كان عندي شغف أن يكون راجل أعمال ناجح لبصمة بالمجتمع ويقدر ابني جسور أني إجمع رجال الأعمال مع بعضها وإخلق أمورتونيتي تيكون فيها منصات يكون إلى دور إيجابي على صعيد الاستثمار وعلى صعيد الناتوركينج وللي ما بيعرف أني أنا صدفة جيت على الميديا لأنه كنت بأول عشر سنين خبرة بحياتي بمجال FMCG مازال مختلف تماماً؟ طبعاً سلعة الاستهلاكية وأول عشر سنين خبرة كانوا بعدة أسواق بين أفريقيا لفنت أريا والخليج بمجال كلياً مختلف وبعدين أجينا الفرصة أني انتقل على الميديا وكانت تحدي كتير كبير أني أنقل من هالمجال على الميديا بس أخدت التحدي أنا ذاك بلشت بالدوحة مجموعة ميديا وبعدين قررت أني انتقل على دبي تحديداً لأنه كنت شوف أنه قدي فيه معارض وإكزيبيشنز وإنفتاح وكانت بوقتها عم تنتقل الميديا من الترادشنل للديجيتيزيشن لركمية وشو اللي هيك شجعك لتجي على الإمارات يعني بما أنك ما شتغلت قبل بالإمارات شو اللي شجعك تفتح مجال كمبليتلي نيو لإلك ومش ما عندك خبرة فيها بس هيك أخدت الرسك أخدت يعني يتوك ذي رسك وجيت على الإمارات وأسست جيسي ميديا وإيقانومي ميدل إيس خبرنا عن هالجورني اللي قطعت فيه طبعاً قبل ما أنا أسست كمان كان إلي بصمة بتطوير الميديا وببعض الميديا جروبس يعني كنت إدارياً وطقانياً عم طور بعض المجموعات وبعدين بال2021 قررت أني بتدي بالمجموعة جيسي ميديا جروب ليش الإمارات؟ لأنه بتصور اسم البرنامج بجاوة موطن حلم طبعاً لأي بزنس بدك تعمليه أو عائلة بدك استقرار الاستقرار كتير مهمتها تقدر تبني أي شيء بدك فرص استثمار والتنوع الموجود هنا والبوزيتيف أنالجي العطول بتشوفيها كل يوم عندك إفنس عندك تطور التغير والتأكلم مع أي شيء اليوم ترند إن كان تكنولوجيا بتلاقيه مشي بسرعة وتغير لحتى نتماشى مع هذا المجتمع بيساعد على إنك تكبر وتستثمره وشغلة كتير مهمة بالإمارات أنه ولا مرة حسيت حالي غريب ولا مرة كنت قاعد أنا أز أن إكسبت مع لوكل أو ما كان فيها الاحترام أو الأنون مش فوق الكل بالعكس كل الاحترام إذا أنت قادرة عندك برودكت أو سوليوشن قادرة تطرحيه بالسوق بغض النظر شو أنت وشو جين سيتي وشو البياكراوند إذا البرودكت منيح وإذا أنت بتشتغلي منيح بتوصل بهالبلد كل واحد بياخد حقه حسب المواهب والمجهود اللي بيحطه أكيد يعني المجال أنت فيه مش مجال سهل يعني مش مجال هيكي كلير وواضح عشان فيه كتير تحديات أوقات تحديات بتكون من الجودجمنت اللي خضع من الجمهور من الاختلاف الأراء أوقات التحدي بيكون إيجاد الشراكات المناسبة المشاهدين اللي هني كاستومايز للأفكار اللي نحن المطرحة فيه كتير كتير تحديات أكيد قطعت فيها كتير وزايدة يعني أكتر من هيك للناس اللي هلأ عم تحضرنا اللي بتحب تتبع المجال اللي أنت تتبعت فيه بس كتير مترددة شو هي نصايحك إلى هالتحديات وكيف واجهتها وبشكل عام التحديات اللي بتواجه رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الممتعة سؤال كتير حلو أول شي بالنسبة للتحديات دائما فيه تحديات ما فيه بزنس بيجي بيكون سهل اليوم بالميديا التحديات كتير كبيرة بأي مجال كان سوشال ميديا بلاتفون ولا كانت منصة مثل موقع ولا كانت مجلة واللي اليوم كتير بعض العالم بتقول ليش بعد اليوم فيه مجلة وبرينت ولا كان إيفنت دائما التحدي هو الفايننس يعني تمويل هيدا المنتج أو البرودكت اليوم بس تخلق كواليتي كونتنت أول شي بالنسبة للعالم اللي بيهمها تفتح بدي يكون عندهم تقريبا خبرة بمجال معين بفترة معينة يكتسبوا خبرة من مجموعات كبيرة موجودة يفهموا السوق كيف بيمشي سبلايرز البرودكت هو ويتماشوا مع التطور بعدين يكون عندهم آيديا أو فكرة أو سوليوشن تكون مطلوبة أو عندها أدفنتج على غيرها فبالتالي نحن اللي خلقناه هو أنه كنا نلاقي أنه فيه كتير ميديا موجودة بتجي عالميا وبتكون ميدل إيست فيرجن بالإمارات أو بالمنطقة بس بتلاقي 80% من المحتوى طبعا ما تجي شبه هالمنطقة طبعا أو جاي من منطقة تانية ونحن كان إنا وقت ابتدينا أول سنتين عم نبني 80% من المحتوى يطلع من الإمارات ومن الخليج ومن الميدل إيست للعالم فكان التحدي إنه نطلع عالميا من الإمارات وقدرنا تخطينا هالتحدي بالشراكات اللي عملناها مع الوزارات مع الانترناشنال كامبانيز من التخطيات اللي عملها عالميا كان بدافوس بالكمية الاقتصادية مع وزارة الاقتصاد لو صلنا لمحل إنه عملنا ايكانومي ميدل إيست سامت اللي كان عندنا وزير الاقتصاد عبد الله بن توق المري اللي وجهه بخير الدعم الأول لألنا بالسامت وأكتر من 28 سبيكر من وورد بانك IMF صندوق النقات الدولي اسبي جلوبل مايكروسوفت جوجل وكتير ممثلين من شركات عالمية اجوا على الصمت طبعنا لقدرنا كمان انه نثبت انه فينا نعمل انترناشنال بريج وبرودكت بالميديا من الإمارات للعالم يعني اهم شيء الناس عم تحضرنا وعندنا نفس الشغف تآمن بها الشغف تآمن بالموهب اللي عندها إياها وتسابر وتلاقي أكيد الأشخاص الداعمين عشان أقوات تسابر نفس الشغف تسابر نفس الشغف تسابر نفس الشغف هبط بكتير من مجالات يعني عوقات في محتوى بيكون نضيف محتوى قيم محتوى بيضيف لنا وفي محتوى مثل ما منقول يا رب تنزينا يعني في محتوى ما بدنا نقرأ كيف منحمي أنفسنا ومنحوي ولادنا والمجتمع من هيدا المحتوى المتفاوت بالأهمية وباليعني الإفادة لحياتنا اليومية صحة انت شغلة كتير مهمة في كتير محتوى متدني واليوم السوشيال ميديا صار بلاتفورم لكل العالم يعني أي حدا بنزل بس حتى ببعض للأسف يعني بتشوفي حتى بعض الانترناشنال ميديا بتلاقي أنه في محتوى ما له دور يعني اليوم المحتوى ضروري يكون إيجابي وضروري يكون منظم ورجلات إذا المحتوى اللي عم نشوفه اليوم اللي عم نجيب الريتش عالي أو مشاهدات للأسف بتلاقي خبر مثلا محاولة انتحار لشخصه وين الخبر بهذا الشي أنا اليوم بتمثل كثير بالأخبار الموجودة بالإمارات لأننا نحن نغطي اقتصاد كل يوم نحطار أي خبر بدنا نغطي يعني كله الأخبار حلو ايجابية شراكات نمو بالاقتصاد نمو بالسياحة تبعث الأمل ركورد على صعيد كل المدن بالإمارات هذا الشي بيجيب إيجابية الطاقة الإيجابية بتولد إيجابية فاليوم ضروري يكون فيه إيجابية بالمحتوى ضروري تكون ضروري تكون وبذلك الوقت لازم يعرف واحد شو عم يشاهد وين عم يشاهده وين عم نعطي أكسس لأولادنا أو لجيل القادم إنه يشوفه وشو لازم يشوفه أكيد أكيد جوخي طيما لحديثنا ذكرت من شوي الإيقانومي من رئيس الصمت ومن هنيك على هالصمت اللي كانت كتير ناجحة شو هي المشاريع الجاي هل في شي بيكن تبنوعة هيدا الصمت بسبب النجاح لانتشاره للعالمية شو المشاريع؟ طبعا نحن مثل ما قلنا عنا حلبنا نطلع للعالمية من الإمارات وأطلقنا منصة economyglobal.com وهي مجلة ومنصة وتفولوا رح يكون في economy global summit اللي هي رح تكون كمة كبيرة كتير بتشمل عدة قطاعات وبتشمل عدة دول أكتر من خمسين دولة عم نحكي معهم غرف تجارة ووزراء اقتصاد من كل العالم ورح تكون مثل platform as economy global ومنصة وإيفنت ليجي مع القرات مع بعضها لأن نحن الهدف طبعنا هو كمانا يكون عنا المنصات بكل القرات بأفريقيا وأمريكا وأوروبا ولاتن أمريكا وأجير حتى نجلب فرص استثمار foreign direct investment للمنطقة واللي هي أهم مقطة بتساعد أن ينمى الاقتصاد كون اللي براند طبعنا أسمى economy نتمنى لكم كامل التوفيق جوش الداء شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم شكرا إليك لاستدار